السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين 11 9 أيلول سبتمبر طبعا القمر اليوم مستقر في برج الأسد ورح يظل في برج الأسد طبعا زي ما ذكرنا في حلقة الأمس لغاية الساعة 5 و 18 دقيقة من صباح يوم الأربعاء لينتقل القمر بعدها لبرج العذراء القمر اليوم موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 59 دقيقة صباحا من صباح يوم الأثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح وبما أن القمر موجود في برج الأسد معناة اليوم بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية بطيئة اليوم رح تبدأ تأثيرات هاي الزاوية اللي هي زاوية التقابل سلبية بين الشمس وبين نبتون طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من اليوم 11-9 ولغاية يوم 27-9 رح تكون ذروتها يوم 19-7 19-9 عفوا الساعة 11 و 17 دقيقة ظهرا بتجعل البعض يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبرضو من ميل لتتبع أحلامنا ومشاريع خيالية وبتعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والإضطراب ممكن ان ميل أحل بعض المشاكل باللجوء للكحوليات أو الأدوية أو المسكنات أو المهدئات أو المخدرات وممكن يتعرض البعض لوعكات غامضة بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر وبرضو بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو ممكن يتعرض البعض لها يعني هيك بعض الاستفزازات النفسية برضو هاي الفترة ممكن بعض الدول تتعرض لها أمور إلها علاقة بالظواهر البحرية مثل فيضان طوفان أو برضو بتأثر وبكون لها أثار على تسرب غاز أو حوادث تسمهم جماعي وكذلك ارتفاع في أسعار النفط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية راح تكون ذروتها ساعة 12 وخمس دقائق ظهرا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع على الاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية راح تكون ذروتها الساعة 7 و31 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن ننعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية راح تكون ذروتها الساعة 11 و57 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى مشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وبنقبل باقتراحات غير منطقية برضو بدنا نكون متعقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة وانتبهوا من النصابين والمحتالين بالنسبة للأعضاء اللي في الجسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر والجانبان هدولة طبعا الأعضاء الأكثر حساسية واللي بتتطلب منها أن نهتم فيها بشكل كبير وذا احتجنا لمراجعات طبية أو علاجات ما نتأخر أما بالنسبة لعمليات جراحية فطبعا أنا ما بنصح لهاي الأعضاء تحديدا إجراء عمليات جراحية أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة هذا اليوم يصلح لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا لزالة الشعر الزاد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الأسد خلو المسار القادم رح يبدأ الساعة ثلاثة وخمس دقائق من عصر يوم الثلاثة له يوم الغد اتناش تسعة ورح يستمر حتى تمام الساعة خمسة وثمنتاشر دقيقة صباحا من صباح يوم الأربعاء لا يستقر القمر بعديها في برج العذرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 26 يوم في تمام ساعة 12 منتصف الليل طبعا بكمل 26 يوم نسبة الإضاءة 11% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معهم وتعتبر هاي الفترة فترة مثمرة إيجابية ممكن تمارس هواية أو لقاء عاطفي أو شيء فني أو تجميلي يعني الأجواء جيدة جدا على كثير من المجالات حتى على مستوى الأبناء أو فرحة أو خبر سعيد بتنجحوا بحملة ترويج عشان هيك ممكن اليوم تروجوا لسلعة معينة وكونوا جريئين بالطرح بتتصارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرض كنت بتنتظره برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم خلال هذا اليوم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة في بعض الأمور ممكن تلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائلي أو حدث عائلي مثلا يلفت انتباهك أهم شيء أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة والمتصلبة والعصبية والحدية بالتعامل وتجنبوا معني العمليات الجراحية للأعضاء اللي ذكرناها وحاولوا أنك تأخذوا فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي رغم أنه ما في أي مخاطر إلا أنه اليوم اهتمامك كله رح يكون حتى ممكن صحة أحد أفراد العائلة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا يوم نشط جدا وحيوية واتصالات عالية جدا فعشان هيك القمر بما أنه في البيت الثالث فبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار طبعا رح تطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسئوليات على أنواعها أهمش أنك ما تتهرب منها وممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض لبتكثر الزيارات والتنقلات عندك وممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالسيارات أو بالإلكترونيات ولكن انتبهوا أثناء القيادة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي وهذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمع خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفاعل والهدف والأمر الثاني من ساعات العصر انتبه على أموالك من السرقة أو ضياع أو من بعض المحتالين اللي ممكن يستغلوك ماليا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية لأن القمر خلص استقر عندكم وهذا شيء رح يعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة ادعا من مركزكم الاجتماعي بتتوضح وجهة نظركم اليوم والاهتمام بمظهركم بيكون عنصر أساسي بتشعر بالحماس الفائضة وبتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد بتمتلك أفكار باهرة وحلول مذهلة وممكن تبدأ صفحة جديدة في حياتك أو مصالحة أو تراجع عن قرارات سابقة بالنسبة لموليد برج العذراء بيسيطر التعب عليكم اليوم لأن القمر استقر في بيت المتاعب وبدكوا تصبروا لغاية صباح يوم الأربعاء فعشان هيك بتكوا تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهودة أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أعمالك أو تتأخر أعمالك وابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسن قرار ولا تكون لجوج لأنه ممكن يخذلك الحظ كمان أهم نقطة حاول تعمل بشكل روتيني وما تبدأ بعمل جديد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطه اجتماعيا وبتلتق الأصدقاء اليوم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون عندك تنقلات مهمة ولقاءات واجتماعات وبتتمتع بسرعة عالية جدا بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وممكن تعرف لقاء داعم لإلك أهم شيء أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي ممكن تستعين ببعض المعارف لا تمشاية موضوع ما برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تهدئ من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها القمر موجود في بيت السمعة معناته ما في داعي للمغامرات في أي مجال أو في أي شيء ممكن يشوه سمعتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركه في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم ممكن بعض موليد برج القوس يفكر في سفر أو يسافر حتى في رحلة أو يفرح لانفراج أو تسوي مهمة ابتهتموا بهواية جديدة حيوية ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط الأجواء جيدة ودعملة إلك ولكن بدون فرض الرأي والسلطة وبرضو في نفس اللحظة استغل هذا اليوم عاطفيا أيضا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم التركيز على الأمور المالية ولكن يابل ما نبدأ فيها بتكو تحذروا من النصابين والمحتالين والمشاريع الوهمية اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقشوا موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها أو ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحان صعب عالج الشؤون العائلية أيضاً المهمة يعني ما تتكاسل وتتهرب من المسؤوليات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكاتكم اليوم وهذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني الأجواء جيدة على مستوى تعزيز الشراكات والمصالحات والتقارب ولكن مش جيد للمشاكل حذروا من الخلافات وما الضخم الأمور بتبدو اليوم مرهف الإحساس ومتوتر بسبب قلق ما حاذر من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن يثير النفور مع الأشخاص اللي حواليك فدير بالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا انكوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم وراحتكم وحاولوا انكوا ما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت وراعوا ظروفكم الصحية وكونوا دقيقين ومنظمين ومراعين لظروفكم ومعنوياتكم ممكن بعض موليد برج الحوت يبدأوا بعمل جديد أو يحلوا مسألة كانت عالقة إلها علاقة بالعمل ولكن زي ما حكينا بدون أي مشاكل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء